اشتركوا في القناة مقطع التغذية عند الإنسان تبر مقطع التغذية عند الإنسان من أهم المقاطع لما يحتويه من معارف كثيرة نبدأها بالتعرف على تحولات الغذاء على مستوى الأنبوب الهضمي ثم مصير المغضيات طبعا سنتكلم عن الامتصاص ثم نقل المغضيات ثم استعمال المغضيات ونختم بإذن الله تعالى هذا المقطع بالتوازن الغذائي نبدأ بسم الله تعالى إذن نبدأ بالتعرف على مكونات الجهاز الهضمي إذن يتكون الجهاز الهضمي من شيئين الأنبوب الهضمي والغداد الهضمية الأنبوب الهضمي يشمل الفم البلعوم المريء المعدة المعيد دقيق المعيد غريض المستقيم والشرج كما في الصورة أما الغداد الهضمية فتتمثل في الغداد اللعابية الغداد المعيدية الكبد البنكرياس والغداد المعوية والوثيقة موجودة أمامكم يتمثل دور الغداد الهضمية في إفراز عصارات هاضمة بها إنزيمات هاضمة تعمل على تبسيط الأغذية المركبة إلى عناصر بسيطة ما على العصارة السفراوية فلا تحتوي على إنزيمات وإنما دورها هو تحويل الدسم إلى بستحلة أنواع العصارات هي اللعاب العصارة المعيدية العصارة البنكرياسية العصارة السفراوية والعصارة المعوية كما قلت هذه العصارات يتم إفرازها من طرف الغداد وننتقل الآن إلى التعرف على أنواع الهضم إذن يوجد نوعان من الهضم هضم آلي وهضم كيميائي الهضم الآلي وهو عبارة عن طاحن للأغذية وتقليص حجمها أما الهضم الكيميائي فهو عبارة عن تبسيط الأغذية بتدخل الإنزيمات الهاضمة يتم الهضم في ثلاث محطات رئيسية محطة الفم، محطة المعدة، ومحطة المعددقيق وسنتعرف على ما يحدث في كل محطة نبدأ بأول محطة وهي محطة الفم إذن الهضم داخل الفم يحدث هضم الآلي وهضم كيميائي الهضم الآلي يتم بتقطيع الغذاء وتمزيقه بالأسنان وتبليله باللعاب وتقليبه باللسان أما الهضم الكيميائي فيتم عن طريق إنزيم الأميلاز اللعابي الذي يقوم بتبسيط النشاء إلى سكر شعير واحفظه معي جيدا المادة الوحيدة التي تتفكك في الفم هي النشاء الهضم في الفم يكون جزئي وننتقل إلى محطة المعدة المعدة فيها نوعان من الهضم الآلي يتم من خلاله طحن الأغذية بفضل تقلصات جدار المعدة أما الهضم الكيميائي فيتم في المعدة عن طريق تبسيط البروتين إلى متعدد بيبتيد بواسطة البروتياز واحد المسمى بالبيبتيد واحفظه معي جيدا المادة الوحيدة التي تتفكك في المعدة هي البروتين والهضم يكون أيضا جزئي في المعدة ولا يكون تام وننتقل لآخر محطة وهي محطة المعدة دقيق أي فيها هضم آلي وهضم كيميائي الهضم الآلي يتم عن طريق تموجات المعدة دقيق وتصبح الأغذية في شكل سائل يدعى الكيلوث أما الهضم الكيميائي فيتم من خلاله التبسيط الكل للأغذية بفضل العصارات التالية العصار المنكرياسية والعصارة السفروية وتصبان على مستوى منطقة العفج والعصارة المعوية والتي تصب في المعي الدقيق إذن كانت هذه أنواع الهضم وننتقل مباشرة إلى أذكر أبناء التلميذ بأنه توجد ثلاث عناصر ثلاث مواد فقط تتفكك وهي النشاء والبروتين والدسوم لأنها عناصر معقدة ومرقبة ننتقل الآن نتعرف على الكواشف إذن يتم الكشف عن النشاء عن طريق ماء اليود الذي لونه بني في وجود نشاء يصبح لونه أزرق أما محلول فيهرينغ فلونه أزرق ويتحول مع التسخين في وجود السكرية البسيطة إلى لون أحمر أجوري أما حمض الأزود فلونه شفاف ويتحول إلى لون أسفر في وجود البروتين ونتعرف الآن على الإنزيمات تعريفها وخصائصها بالنسبة للإنزيمات هي مواد ذات طبيعة بروتينية تعمل على تبسيط الأغذية المركبة إلى عناصر بسيطة قابلة للامتصاص تتميز الإنزيمات بالخصائص التالية تسريع التفاعلات الكيميائية النوعية والخصوصية التأثر بالحرارة والحموض ونأتي إلى ذكر الإنزيمات والعصارة التي تفرزها والمحطة التي تعمل فيها إذن لدينا هذا الجدول إذن لدينا ثلاث محطات إذن الغذاء العصارة الهاضمة مصدرها إنزيماتها الغذاء الذي تؤثر فيه والناتج النهائي نبدأ بمحطة الفم إذن توجد عصارة لعابية مصدرها الغذاء اللعابية الإنزيم الموجود فيها هو الأميلاز اللعابي يؤثر على مادة النشاء ويحولها إلى سكر شعير وهو عبارة عن سكر ثنائي ونسميه أيضا المالتوس نأتي إلى المعدة إذن النوع العصارة هي العصارة المعدية تفرزها الغذاء المعدية والإنزيم الموجود فيها هو البروتياز رقم واحد ونسميه بالبيبسين يؤثر البيبسين على البروتينات ويحولها إلى متعدد بيبتين نذهب الآن إلى محطة المعدة الدقيق وقبل ذلك أذكر أبناء التلاميذ أن المادة الوحيدة التي تتفقق في الفم هي النشاء والمادة الوحيدة التي تتفقق على مستوى المعدة هي البروتينات ولننتقل الآن إلى المعدة الدقيق المعدة الدقيق تصب فيه ثلاث عصارات العصارة الصفراوية والعصارة البنكرياسية والعصارة المعوية بالنسبة للعصارة الصفراوية إذن تفرزها الكابد لا توجد بها إنزيمات وإنما لها دور في تحويل الدسم إلى مستحلة أما العصارة الثانية فهي العصارة البنكرياسية مصدرها البنكرياس أو نقول الغدة البنكرياسية وتفرز ثلاث إنزيمات الإنزيم الأول وهو الأميلاز البنكرياسي يقوم بتفكيك النشاء الذي لم يتم تفكيكه في الفم إلى سكر شعير أو مالتوس الإنزيم الثاني هو البروتياز رقم 2 والذي نسميه تريبسين يؤثر أيضا على البروتينات التي لم تتفكك في الفم ويحولها إلى متعدد بيبتيت آخر إنزيم تفرزه الغدة البنكرياسية وهو اللباز البنكرياسي ويؤثر على مستحلة بعد دسم ويحولها إلى أحماض دسمة وغليسيرون وهنا أيضا الهضم يكون رزئي ولا يكون تام تصب هذه العصارات العصارة الصفراوية والعصارة البنكرياسية على مستوى منطقة العمج ننتقل الآن إلى الغدة المعوية إذن الغدة المعوية إذن تفرز العصارة المعوية وبها خمس إنزيمات نبدأ بالإنزيم الأول وهو المالتاز يؤثر على سكر المالتوس أو سكر الشعير ويحوله إلى سكر عنب أو غلوكوز اللاكتاز وهو عبارة عن إنزيم اللاكتاز تفرزه الغدة المعوية يؤثر على سكر الحليب المسمى باللاكتوز ويحوله إلى سكر عنب أو غلوكوز إنزيم آخر وهو السكراز يؤثر على سكر القصب أو السكراز أيضا ويحوله أيضا إلى غلوكوز ثم نأتي إلى البروتياز رقم ثلاثة والمسمى بالبيبتداز يؤثر على متعدد البيبتيد ويحوله إلى أحماض أمينية آخر إنزيم معنا وهو إنزيم الليباز المعوي يؤثر على مستحلب الدسم الذي لم يتفقق على مستوى منطقة العباج ويحوله إلى أحماض دسمى وغليسيرون نتعرف الآن على العناصر التي تتعرض للهضم هي النشاء وينتج عن تفققه الغلوكوز البروتين وينتج عن تفققه أحماض أمينية الدسم وينتج عن تفكيكها أحماض دسمى وغليسيرون أما العناصر التي لا تتعرض لعملية الهضم فتتمثل في الماء والأملاح المعدنية والبيتامينات لأنها عناصر بسيطة أما السيلولوس فلا يتعرض للهضم لأنه جزئة ضخمة لا يوجد أي إنزيم يقوم بتفكيكه ونتعرف الآن على أهم التعريفات إذن نبدأ بتعريف الهضم المعنى البيولوجي للهضم والمغذيات إذن الهضم هو مجموعة التحولات الآلية والكيميائية التي تحدث للأغذية منذ دخولها إلى غاية وصولها للمعيئة الدقيق المعنى البيولوجي للهضم هو عملية تبسيط الأغذية المرقبة إلى عناصر بسيطة قابلة للامتساس بواسطة الإنزيمات الهاضمة وأخيرا المغذيات وهي الناتج النهائي لعملية الهضم وتتمثل في الماء الأملاح المعدنية الفيتامينات الكلوكوز الأحماض الأمينية الأحماض الدسمة والغليسيرول وأخيرا السيلولوس وسنتعرف على مصير هذه المغذيات بعد وصولها للمعيئة ونتعرف الآن عن امتصاص المغذيات إذن يتم امتصاص المغذيات بعد هضمها على مستوى المعيئة الدقيق الآن نتعرف على خصائص المعيئة الدقيق يتميز المعيئة الدقيق من الداخل بوجود انتلاءات عليها ملايين الزغابات المعوية إذن يقدر عددها عند الشخص السليم بحوالي 10 ملايين زغابة معوية رغم طول المعيئ الدقيق إلا أنه يوجد في حيز صغير بالباطن بفضل النسيج المساريقي وهنا عليكم أن تتعرفوا على الرسم التخطيطي لبنية الزغابة المعوية إذن الامتصاص كما قلت هو انتقال المغذيات الناتجة عن عملية الهضم من الوسط الخارجي والمتمثل في المعيئ الدقيق إلى الوسط الداخلي والمتمثل في الدم واللم بفضل الزغابات المعوية تتم عملية الامتصاص على مستوى الزغابة المعوية المتواجدة في الجدار الداخلي للمعي الدقيق حيث يتم الانتقال كالتالي يمر كل من الجلوكوز والأحماض الأمينية والماء والأملاح المعدنية والفيتامينات الذائبة في الماء على مستوى الطريق الدموي وتمر كل من الأحماض الدسمة والغليسيرول والماء والأملاح المعدنية والفيتامينات المنحلة في الدسم على مستوى الوعاء اللنفاوي أو نسميه الوعاء البلغومي ننتقل الآن بعد عمل الامتصاص تحدث عملية انتقال المغذيات إذن يتم انتقال المغذيات من الماء الدقيق والذي يعتبر وسط خارجي إلى الدم واللمف الذي يعتبر وسط داخلي عبر طريقين هما الطريق الدموي والطريق اللنفاوي وأوصيكم بالتركيز على طريقة والامتصاص والمغذيات التي تنتقل في كل طريق نتعرف الآن على الوسط الداخلي إذن الوسط الداخلي هو مجموة سوائل الجسم الثلاث المتمثلة في الدم واللمف واللمف البيني وهناك من يسميه السائل البيني من عجل التعرف على العلاقة بين هذه المكونات الثلاث ركزوا معي جيد يتشكل اللمف البيني انطلاقا من الدم بالترشيح ثم يدور بين الخلايا ويرجع للبعاء اللنفاوي ليشكل اللمف ومنه يمكن القول بأن اللمف البيني جزء من الدم لأنه يتشكل منه واللمف البيني نفسه اللمف لأنه يرجع للبعاء اللنفاوي واللم جزء من الدم لأنه يلتقي مع الدم على مستوى الوريد تحت الترقوي الأيصر كما رأينا في طريقة الامتصاص دور الوسط الداخلي هو توزيع المغذيات والأكسوجين على الخلايا وتخريصها من الفضلات الأزوتية وغاز ثاني أكسيد الكاربون والوثيقة أمامكم ركزوا جيدا في طريقة الامتصاص وننتقل الآن إلى نقطة أخرى وهي التعرف على الدم إذن الدم هو عبارة عن سائل أحمر لازج إذن يدور في الأعوية الدموية ويتشكل من سائل يدعى المصورة أو البلازمة ومن خلايا تتمثل في كريات الدم الحمراء والتي لها دور في نقل الغازات وكريات الدم البيضاء والتي دورها الدفاع للجسم والصفائح الدموية التي دورها تخثر الدم أما المصورة أو البلازمة فدورها هو نقل المغذيات والفضلات يتم فصل مكونات الدم عن طريق عملية الترسيب أو التذفيد حيث يتم إضافة قطرات من أكسلات الأمونيوم للدم الطازج ويتم وضعه في جهاز الطرد المركزي فيتم فصل مكونات الدم كما في الوثيقة المقابلة لن يتم فصل مكونات الدم حسب الكتلة الهجمية فتكون يكون الأثقل من الأسفل والأخف من الأعلى فيكون الترتيب كالتالي كريات الدم الحمراء من الأسفل ثم كريات الدم البيضاء ثم الصبائح الدموية وأخيرا البلازمة نتعرف الآن على دور الدم في النقل لن يقوم الهيموغلوبين الذي يعطي اللون الأحمر لكريات الدم الحمراء بنقل غاز الأكسجين من الرئتين وتوزيعه على الخلايا كما يقوم بنقل غاز ثاني أكسيد الكاربون من الخلايا إلى الرئتين من أجل التخلص منه عند ارتباط الهيموغلوبين بغاز الأكسجين يصبح فاتح وعند ارتباطه بغاز ثاني أكسيد الكاربون يصبح لونه قاتل من تحت تافير الهواء الخارجي يأخذ الدم لون أحمر فاتحا وعند سحم الهواء حواء الحوجلة يأخذ الدم لون أحمر داكنا عند إدخال تيار من الأكسجين داخل الحوجلة يسترجع الدم لونه الأحمر الفاتح وعند إدخال تيار من غاز ثاني أكسيد الكاربون داخل الحوجلة يأخذ الدم لون أحمر داكنا أو نقول قاتما وننتقل الآن إلى دور النقل في الدم إذن يدخل الدم إلى الخلايا ليزويدها بالمغضيات والأكسجين ويخلصها من الفضلات الأزوتية المتمثلة في البولة وحمض البولة والكرياتينين وغاز ثاني أكسيد الكاربون يدخل الدم إلى الرئتين للتخلص من غاز ثاني أكسيد الكاربون وليزويدهما بالمغضيات ويخلصهما من الفضلات الأزوتية ويدخل الدم إلى الماء الدقيق لتزود بالمغضيات ويخلصه من الفضلات وليزويده بالأكسجين ويخلصه من غاز ثاني أكسيد الكاربون بينما يدخل الدم لأجهزة الإطراح ليزويدهم بالأكسجين والمغضيات وليتخلص من الفضلات الأزوتية ويخلصهم من غاز ثاني أكسيد الكاربون ويتم ذلك في دورتين الدورة الدموية الكبرى والتي نسميها الدورة العامة والتي تسمى بالدورة الرئوية إذن هناك علاقة بين الدم والأسناخ الرئوية هناك علاقة بين الدم والمعي الدقيق وعلاقة بين الدم وأجهزات الإطراح والدم والأضل إذن كان هذا الجزء الأول من مقطع التغذية عند الإنسان بحكم أن الكثير من الأبناء للتلاميذ لم يصل إلى استعمال مغضيات ولا إلى التوازن الغذائي أرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم ألتقي بكم في فيديو جديد بإذن الله تعالى